بدايتك لتعلم اللغة الإنجليزية وانت طفل صغير بدأت بأسماء الحروف ان انت تعرف الحروف كلها وبعد كده تبدأ تعرف لكن اتفاجأت ان انت مش بتعرف تعرف السبب الرئيسي ان انت تعلمت أسماء الحروف مش أصواتها أصوات الحروف هي اللي بتساعدنا ان احنا نقرأ وده في ممكن يكون عدم درايتك بأصوات الحروف هي البداية الغلط لكن اتعلمت بعض الكلمات البسيطة من خلال الصور او ان انت سمعت اسم الكلمة لكن ان انت تقرأها معرفتش البداية هتكون ان انت تتعلم أصوات الحروف واللي هما اربعة واربعين صوت بداية مثلا حرف الاس صوته وهكذا بعد نتعلم أصوات الحروف منفردة هنبدأ ناخد الأصوات المركبة مثلا ال او واليو هتبقى او ال او وال اي ال او وال او وال اي والأصوات السكنة زي ال دي و ال ال بيل وبعد كده وبعد كده بتيجي الحروف أو المقاطعة المركبة زي والثلاث حروف السكنة زي وبعد كده نهاية الكلمات زي والد لكن خلال تعلمك لكل صوت جديد تاخد عليه أمثلة عشان تثبت الصوت الأصوات القصيرة اللي هي بتشمل حرف الاي حرف الاي عرف الاو عرف اليو حرف اللي هي بتاخد عليها أمثلة وتبدأ تقرأها وبعد كده بتاخد قطع صغيرة تحتوي على الكلمات دي مثال the fat the fat cat sat on a mat طبعا في بعض الشواز للنطب مثلا زي مثلا زي كلمة he هنا المفروض الh تتنطقها والe تتنطق لكن احنا بنقرأها هي بنحفظها زي ما هي الكلمات الغريبة بتحفظ زي ما هي زي he زي my لأن في كلمة my الصوت y المفروض هو بيت نطئية لكن في كلمة my بنطق i فال الصوت الغريبة بتتحفظ زي ما هي فالمهم في البداية ان نعرف الbasics الاساسيات للنطب وبعد كده الشواز او الشواز القاعدة بتطيق في الاخر ان احنا بنعرفها من خلال الممارسة وتكرار الكلمات قدامنا ثاني حاجة لاستماع لازم تسمع انجلش كتير تسمع النطب صح والمناهج اللي بتقدم الاسوات دي بالترتيب وبطريقة مبسطة منهج جولي فونيكس ومنهج اكسفورد من خلال معرفتك بالاسوات تقدر تقرأ الواحدك متحتاجش مساعدة اي حد ان هو يقرأ لك كلمة البداية الاطفال بتتعلم انها تقرأ من خلال تكرار الاسوات اول ما يحفظوا الاسوات بيعرفوا بداية القراءة وحدة وحدة بالتدريج بيعرفوا الاسوات المركبة سواء كانت اصوات سكنة او اصوات متحركة ويقدروا يجمعوا الاسوات مع بعض من خلال ربط الاسوات دي بخصة لو استفدت من الشرح ياريت تدعم بلايك علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن ترجمة نانسي قنقر